سرية أبي سلمة رضي الله عنه في محرم من السنة الرابعة للهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سلم عبد الله بن عبد الأسد المخزومي رضي الله عنه ومعه خمسون رجلا ليعترض طليحة ابن خويلد الأسدي الذي جمع جمعا لغزو المدينة وفات أبي سلمة رضي الله عنه لما رجع أبو سلمة رضي الله عنه من هذه السرية انتفض جرحه الذي أصيب به يوم غزوة أحد فمات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين رواه مسلم سرية عبد الله بن أنيس رضي الله عنه في محرم من السنة الرابعة للهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس رضي الله عنه لقتل خالد بن سفيان الهذلي الذي جمع جموعا عظيمة لغزو المدينة استطاع عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أن يقتل خالد بن سفيان الهذلي وبموته تفرقت الجموع التي جمعها لغزو المدينة فلما رجع عبد الله بن أنيس رضي الله عنه إلى المدينة فرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا عظيما وقال له أفلح الوجه ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى عبد الله بن أنيس رضي الله عنه عصاه وقال له آية أي علامة بيني وبينك يوم القيامة فلما مات عبد الله بن أنيس رضي الله عنه دفنت معه